دايما النادي الاهلي معروف ان هو النادي الاهلي بلاس تسعين اهداف النادي الاهلي المؤثرة في حياتنا لما نيجي نبص عليها بنلاقيها بلاس تسعين انا عارف ان انت جبت جوء يعني معظم الاهداف اللي انت جبتها مؤخرا بتبقى بعد الديئة تسعين ايه الحكاية؟ نقول بالعادة ما كنتش يجول بعد التسعين بس اخر خمس ست شهور سبحان الله سبحان الله اه يعني كان فيه ماتشات مهمة كتير 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 في نادي السيريوس السويدة ويعني كنا عم يعني تحت الخطر المنافسة ففي ماتشات كنا 2-0 للفريق التاني بواحدة و 92 هدف بالرأس 94 هدف تاني بالرأس وربحنا لثلاثة اثنين بصاحب فريقي نجول ثلاثة اثنين بسبعة وتسعين انت اللي جبت ثلاثة هدف لا هدفين هدفين 92 94 97 بعد ما كنت نتيجة 2-0 وكانت نتيجة 2-0 يعني ها يعني متش بحياتة الواحد ما راح ينسى طبعا طبعا يعني لما تصيب التسعين فيه عالم تفكر خلاص يعني كان فيه كمان بالملعب فيه وجوء الجمهور روحوا كتير اه سابوا الفرقة وروحوا اه سابوا 2-0 و شوء الفريق و ايك وروحوا اه راحت عليهم والله راحت عليهم يعني راحت عليهم بتلاتة هداف بتلاتة هداف اه من احلى ماتشات يعني انا لعيبة بحياتي كلها وهيك كهجوم كمان انه بتلعب ماتش يعني مش احلى ماتش تلعبوا انا ما كنتش اول كتير في الماتش مهم المهم اللي جوال بس جوالت بولين بالتسعين والحمد اللي اربحناه وامنالت النيح مع الفريق السويدي يعني اكتر حاجة بتجيب بيها اهداف ايدماغك رجلك اليمين رجلك الشمال او يعني اكتر حاجة مريحة او اكتر حاجة انت بتتميز بيها لا اجري اليمين يعني اه اطول حياتي انا اتدرب كتير انا وابوي بجنينة وبملعب اجري اليمين خليك تيجي تشوت وتعمل اشوت اشوت من لمع صغير يعني اجري اليمين اتدرب اجري اليمين كمان ويعني اخر سنتين سنة ونصف اه يعني صرت اقوى كتير بالرأس بدماغي يعني فالحمدالله بقول انا ب هذه الشغلة انا بحبها بحال كتير انه شمال اليمين او دماغ مش مشكلة بس اكتر شيء مهمتي يقول مهمتي يقول صح بس اهم شيء طبعا بال اجري اليمين هي اقوى شي عندي اجري اليمين